اسمه مثير للجدل وكلمات أغاني غير مفهومة وواجه التهمات باختلاق حيال من أجل تحقيق المشاهدات وعاد إلى بلده بعد 12 عاما من الغياب عن سوريا حيث شارك لحظة العودة إلى سوريا على مواقع التواصل إنه الفنان السوري الشامي الذي تردد اسمه وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقراره المفاجئ فما قصته؟ الفنان الشامي غادر سوريا بسبب تدعيات الأحداث وضار مؤخرا في كليب لأغنيته الجديدة خذني على منصة X واستقبلته والدته وأقاربه بالدموع بدأت شخصيته وأغانيه تتصدر الترند بعد النجاح الذي حققه في سوريا بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام يقيم في تركيا إلا أن اسمه الحقيقي غير معروف المتابع للفنان الشامي يلاحظ أن معظم أغانيه تتعدى المليون مشاهدة حيث حققت أغانيه صيطاً واسعاً بين الجمهور في الوطن العربي فتتصدر أغانيه المرتبة الأولى في قائمة الترند متخطياً فنانين عالميين على غيرار شاكيرا ذكر الشامي في أحد الحوارات الصحفية له أنه كان متوقعاً الحصول على هذه المشاهدات في أغانيه وكان ذلك الاعتراف في فيديو موثق له قبل أن يتجه إلى الغناء ونشره عقب نجاحه ومن ضمن أحلامه وضع الشامي على خريطة العالم الموسيقية الفنان الشامي دائماً هو محل جدل بين الكثيرين لأسباب كثيرة منها أنه حقق شهرة واسعة في فترة وجيزة بسبب نمط أغانيه الجديدة التي تحمل كلماته غير المفهومة فقد تعرضت أغنيته صبراً للنقد بقصد التقليل مما يقدمه الفنان السوري عبد الكريم حمدان اتهمه بشراء مشاهدات وهمية بعد إصدار كليبه الأخير الذي روجه تحت عنوان خدمي على الرغم من أن عمر الفنان الشامي لم يتجاوز أحد وعشرين عاماً إلا أنه نال جائزة أفضل أغنية عربية على مصرح حفل جوي أوردس التي زادت من حدة الانتقادات وأصبح محل جدال ليس بين الجمهور فحسب بل حتى بين الفنانين فأين كانت معايير الجائزة ولجان التحكيم حين اختيار الشامي؟ قرار العودة إلى أرض الوطن جاء مفاجئاً من الفنان السوري الشامي شارك فيه صاحبه الفنان عليديك لينشره عبر صفحاته على مواقع التواصل قائلاً الغالي الشامي ما حب ينزل إلا برفقة أخوه عليديك أهلاً وسهلاً فيك يا حبيب قلبي بتنور بلدك الفنان الشامي وثق لحظة عودته ولقائه بأهله بعد 12 عاماً من الغياب في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتستقبله والدته بالدموع في مشهد مؤثر أقرب إلى الدراما ما أثار درجة على مواقع التواصل بين الجمهور لم يكتفي الشامي بتوثيق لحظة اللقاء بينه هو وأهله بل نشر فيديو آخر يوثق لحظة لقائه بأصدقائه الذين عبروا عن حبهم الكبير له واستقبلوه في حارته بالرقص والطبول والزغاريد وما بين مؤيد ورافض للشامي يبقى ذلك الفنان اسماً رائجاً بعد أن نجح في الترويج لنفسه بكل الطرق فما سر انتشاري وشهرة الشامي ترجمة نانسي قنقر